اشتركوا في القناة حيث أشاد المجلس بتأكيد جلالته أيضه الله على تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلاة الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونوها مجلس الوزراء في هذا الصدد بتأكيد جلالة العاهن المفدة بده الله الرعا على ما تضمنه بيان العلا من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس وإشارة البيان لما يعقده مواطنون دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل ووجه المجلس إلى أهمية أن يكون الخطاب الإعلامي متوافقاً مع القيم المجتمعية والعداد والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون بعد ذلك رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443 هجرياً أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلال عهل البلاد المفدح فتوه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعياً المولى جلت قدرته أن يكون عام خير على أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بعدها أشهد مجلس الوزراء بما تحقق من نتائج على صعيد التصدي لفيروس كورونا معرباً المجلس في هذا استدد عن الشكر لكافة المواطنين والمقيمين على ما أظهروه من روح مسؤولة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مؤكداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات للحفاظ على ما تحقق من نتائج منوهاً المجلس بالفخر والاعتزاز بالطاقم الطبي في الصفوف الأمامية وبدوره الفاعل ضمن الجهود الوطنية في التصدي للفيروس ثم أكد مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين في تبني المبادرات وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص معرباً عن شكره وتقديره للدور الفاعل لوزارة الداخلية والجهات المعنية في هذا الجانب وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى ذلك فقد شدد المجلس على أهمية حماية حركة ملاحة البحرية الدولية من أية تهديدات تؤثر سلباً على مسار التجارة العالمية ومؤكداً المجلس على ضرورة توحيد الجهود الدولية لضمان الأمن البحري وتعزيز استقرار المنطقة بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولاً الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون بشأن الأوثمة باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي ثانياً مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بخصوص مشروع قرار بإصدار اللائحة المالية للمؤسسات الصحية الحكومية والتي تستهدف تحقيق الثبات في المعاملات المالية والمحاسبية لهذه المؤسسات وضبط دورة الإيرادات والمصرفات فيها ثالثاً مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية حول مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية والتي تتضمن ترتيب الوظائف وضوابتها وتقييم الأداء والتدريب بالمؤسسات الصحية الحكومية رابعاً مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمة مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا وتوفير التطعيمات المضادة للفيروس خامساً مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن الضوابط والإجراءات التي تسهم في تعزيز التعاون مع السلطة التشرعية سادساً مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدمة من مجلس النواب ثانياً استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من العام 2021 حيث أظهر التقرير نتائج المبادرات الحكومية في حماية سوق العمل من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا وذلك دور البرنامج الوطني للتوظيف في دورته الثانية في توفير فرص التوظيف المستدامة أمام أبناء البحرين ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزرية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن حادث الحريق الذي وقع بمنطقة عسكر وجهود وزارة الداخلية في التعامل معه التقرير السنوي لجامعة البحرين وزيارة معالي وزير الخارجية بجمهورية السودان إلى مملكة البحرين وزيارة معالي وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية إلى مملكة البحرين والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارة الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس 2021